تستعد قوة الإطفاء العام للانتخابات بتفعيل خطة موضوعة لهذا الحدث المهم حيث تقوم القوة بالتعاون مع الجهات المعنية بتأمين هذا العرس الديمقراطي المسؤولون في قوة الإطفاء العام ناشد المرشحين باتباع إرشادات الأمن والسلامة في المقار الانتخابية وأماكن الاقتراع لضمان سلامة الجميع قوة الإطفاء العام تستعد للانتخابات بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بهذا الحدث الديمقراطي الكبير وذلك من خلال تفعيل خطة متكاملة من أجل سلامة الناخبين والمرشحين تم توزيع نقاط التدخل السريع في أماكن الاقتراع والمدارس الموجودة في دولة الكويت أيضا بالإضافة إلى مراكز الإطفاء التي تغطي المدارس الموجودة فيها أماكن الاقتراع أيضا قبل هذا سيكون دور قطاع الوقاية في الكشف على المدارس هذه والتأكد من سلامة أنظمة الحريق والمطفاءات والسلامة الموجودين إن شاء الله أثناء التواجد في أماكن الاقتراع وتقوم الغوة بالتأكد من اشتراطات السلامة في المقار الانتخابية وأماكن الاقتراع التي ستشهد كثافة عددية تتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لتأمين الحدث أودنا أن يحرصون أصحاب المقار الانتخابية على الأسلاك أو التوصيلات الكربائية المناسبة مخارج الطوارئ تكون مفتوحة وما فيها أي عقاد لا سمح الله إذا صار إطار رح يكون الخروج من المقار الانتخابي بشكل سهل طبعاً من الوسائل التي تعيق وصول أجهزة الطوارئ للمواقع هذه التي يكون فيها تكدس عالي الآن المركبات الأمان نحن ننصح بشكل كبير يعني كل الذين يروحون حق المقار هذه الانتخابية أو مواقع الاقتراع أن يصفطون مركباتهم في المواقع المخصصة لهم انتشار موسع لرجال القوة واستعدادات تجري على قدم وساق وتعاون مستمر مع الجهات المعنية لإنجاح هذا العرس الديمغراطي وتأمينه للتعامل مع أي طارئ فايز البطي تلفزيون دولة الكويت موسيقى